بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ماذا جرى بين السيد السستاني وممثله في العتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي في اللقاء الأخير الذي جرى بينهما هل أوقف السيد السستاني صلاة الجمعة بعد سحب الغطاء عن النظام العراقي وعدم الاعتراب في شرائيته؟ في الحقيقة هناك أسألة كثيرة حول هذا الموضوع أساسا هل يجوز الاجتهاد في مقابل النص بناء على شبهات أو فرضيات وهمية؟ ولا أدري يعني هذا السؤال يوجه لسيد السستاني وهل سأل الشيخ عبد المهدي سماحة السيد السستاني أو لا ما رأي سماحتكم بصلاة الجمعة؟ هل هي واجبة أم محرمة مستحبة أو مكروهة؟ واجبة أيناً أم كفائياً؟ ماذا يقول الله تعالى في كتابه الكريم؟ ألم يقل سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قوضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون في هذه الآيات الكريمات هل اشترط الله تعالى أن يأذن بالصلاة المرجع حتى واحد يروح يصلي أو الإمام الغائب المهد المنتظر مثلاً؟ وهل يجوز تقليد المرجع خلافاً للقرآن الكريم؟ هل يجوز الاجتهاد في مقابل النص بناء على شبهات أو فرضيات وهمية؟ أعتقد أن الشيخ عبد المهد الكربلائي احتمل يعني في لقائه مع سيد السستاني عرض علي الخدمات التي يقوم بها المشاريع الخيرية مثلاً المستشفيات، المدارس، يعني معامل تحلية المياه في البصرة مثلاً وما إلى ذلك يقوم مشاريع خيرية كثيرة ولكن هذه المشاريع هي من أعمال الدولة أساساً ليست من أعمال المرجعية المرجعية مهمتها مثلاً العلماء يعني علماء الدين أموماً سواء كانوا واحد مرجع أو غير مرجع، أي شيخ مثلاً في أي قرية، في أي مدينة الشيخ المهم يهتم بالصلاة، يهتم بالأخلاق العامة، يهتم بالأمر المعروف، انهاء المنكر هذا عمله الأساسي، ربما يقوم بأعمال أخرى إيجابية وخيرية جيدة يرعى الفقراء، الإيتام، المساكين هذا كله أعمال جيدة ولكن العمل الأساسي الأول هو تبيان الأحكام الشرعية المرجع يعني يرجعون له في معرفة الدين في الأحكام الشرعية، ما هي الأحكام الشرعية فما هو الواجب مثلاً الآن بالنسبة لصلاة الجمعة هل نصلي أم لا نصلي؟ هل الصلاة واجبة أم لا؟ عينية أو مخيرة مثلاً طبعاً فتوى سيد السلساني معروفة يقول الصلاة الجمعة مخيرة واجبة ولكن مخيرة، يمكن أن يصلي صلاة الجمعة أو يصلي صلاة الظهر ولكن المشكلة في المجتمع الآن بعيداً عن هذه الفتوى هناك متدينون في الساحة المجتمع وخاصة في كربلا والحمد لله بالعالمين نسبة غالبة على الناس التدين، الصلاة، الصوم، الالتزام مثلاً الحاج، يقومون بكل أعمال الواجبة وينهون عن المنكرات إذا شافوا مثلاً أمرأة سافرة أو حفلة مثلاً لا ترتزم بالآذاب الشرعية يستنفرون ويحركون الشرطة حتى يكافحوا هؤلاء أو واحد فاطر مثلاً في رمضان يعتقلوه بسجن وحاكموه ما شابه يعني فيه روح دينية في كربلا وفي العراق عموماً ولكن بكربلا خصوصاً يعني أن أتحدث كما رأيت يعني في الساحة وكما أعرف قديماً وحديثاً ولكن لماذا هؤلاء المتدينون لا يهتمون بموضوع صلاة الجمعة صلاة الجمعة في آية صريحة قرأناها أليكم الآن بالقرآن الكريم وشوفهم لا يبالون إذا أمر المرجع بالصلاة يرحون يصلون بعض الناس يرحون يصلون قسم منهم يعني قطعة آلاف من مدينة بها حوالي قريب المليون نسمة يعني يرحون كم ألف واحد يصلون وإذا المرجع قطل الصلاة لا يهتمون لا يقولون لماذا لم تصلي أو لم تأمر بالصلاة يعني في أدنى مشكلة تقليد أعمى بالساحة يعني الناس المتدينين الذين يؤمنون بالتقليد التقليد أساساً بدأ حادثة ما كان أدنى شيء اسم التقليد يعني كانوا في زمن لأمه الشيعة يرجعون لأمه يسألهم أسئلة يعرفون أحكامه أحكام قاموا ويطبقوها وبعد انتهاء عصر الأمه أجوا العلماء كانوا يفتون وكانوا يحرمون التقليد يقولون التقليد الشيخ الطوسي مثلاً الشيخ المفيد يقولون التقليد مذموم وقبيح ولا يجوز إنما الرجوع للعلماء جيد أحيانا واحد ما يقدر هو يجتهد أو يعرف الحكم الشرعي فيرجع للعالم ويسأله عن الدليل لماذا أنت قلت بهذا الحكم الجديد مثلاً وإذا كانوا علماء يختلفون واحد يقول حلال واحد يقول حرام واحد يقول واجب واحد يقول مثلاً مواجب فيسألون الشيخ الطوسي يقول هكذا يقول اسألوا كل واحد اسألوا عن الأدلة وأنتوا أعملوا بما يصل له ألمكم شوفوا ياهو دليل أقوى تتبعون الدليل ليس تتبعون الشخص الله لم يأمرنا باتباع شخص معين أمرنا باتباع القرآن فقط ما حد شيء اتباع واحد شخص يقول أنا مثلاً بينكم وبين الله وأفتي كما أشاء وحتى لو أفتهت بأشياء مثلاً الحرام جعلته حلالاً والحلال جعلته حراماً أو واجباً أو ما شابه أنتم تسمعون كلامي هذه ظاهرة التقليد الموجودة عند الناس عندي شيء أعلام خصوصاً ظاهرة سلبية في الحقيقة وبالتالي يشوفون ناس متدينين لا يعبؤون لا يهتمون بأن صلاة الجمعة تعطل مسألة عادية صلوا أو ما صلوا مخير كيفك يعني صلوا أو ما صلوا فأدنا مشكلة متراكمة طبعاً شبهات فوقها بعض منذ مئات السنين إلى أن وصلنا إلى هذه الحالة الحالة السلبية اللي ناس المتدينين يعتقدون أنفسهم هم متدينين ولكن يعني بعيدين عن الدين في الحقيقة في هذه النقطة وليس بصورة نعم وطبعاً وأدنا يعني خلنشوف يعني أنا ماذا أقدم وجهة نظر في الموضوع لا المسألة ما تحتاج أنه أنا أقدم وجهة نظر أنا كأحمد الكاتب إنما أنا أرجع للقرآن الكريم وأقول ماذا يقول القرآن وماذا يقوله النبي وماذا يقوله أهل البيت وهذا الموقف الجديد الذي حصل عند بعض العلماء بعض المشايخ أبرز التاريخ ليس جديد يعني هو منذ ألف سنة تقريباً صاعدنا انحراب عن الدين نتيجة بعض الشبهات وصاعدنا خلل في هذا الموضوع وبحاجة نحن إلى ثورة دينية أخلاقية قرآنية حتى نرجع إلى القرآن الكريم ونكون متدينين حقاً ممكن أن أدنا شيء نقص يعني بعض الفتاوى عجيبة غريبة مثلاً أدنا سأعرض لكم بعض الفتاوى وأنا طبعاً تحدثت عن هذا الموضوع عدة مرات وقلت أن المشكلة ابتدأت بعد مجيء السلاجقة في العراق وضرب الشيخ الطوسي كان يصلي ساعة الجمعة إلى سنة 450 إلى منتصف القرن الخامس الهجري الشيعة كان يصلي ساعة الجمعة مثل العادية حكم واضح وهم مستمرين وإجماع المسلمين على ساعة الجمعة وكان يصلون إلى أن جاء السلاجقة وأحرقوا مكتبتي الشيخ وضربوا الشيعة هناك فالشيخ قام هاجر من بغداد إلى النجف والنجف كانت قرية صغيرة جداً ذيك الأيام فتعطلت الصلاة منذ ذلك الحين وصدرت بعض الفتاوى تقول أنه الصلاة لا تجيب ساعة الجمعة أو لا تجوز بعضهم قال إلا بحضور الإمام المهدي الغائب الإمام المعصوم المعين من قبل الله هو يأذن لنا أو إذن نائبه الخاص مثل دول النواب الأربعة مثلاً نائب خاص حتى يقولنا نروح أصلي وأنصلي إذا ما أكو الإمام ما قال هالشيء ولا نائبه الخاص فصلاة مواجبة أو حرام بعضهم قالوا أو مكروهة أو مخيرة أو ما شابه فمن هنا بدأت المشكلة طبعاً هي هاي الفتوى بنيت على فرضية أن هناك إمام معصوم غائب هو المهدي المنتظر وهذه فتفرضية ليست حقيقة تاريخية وماكو أي أدلة شرعية على وجود هذا الإنسان الغائب الذي يسميه إمام مهدي أو كذا فصارت تشوفه شبهات على شبهات على فرضيات شبهة الإذن إذن النائب الخاص أو الإذن نفس الإمام علقنا صراحة الجمعة طبعاً كثير من الأشياء تعلقت منها الثورة على الظالمين تشكيل حكومة في عصر غيبة كان حرام هذا إلى وقت قليل جداً لأيام أبر 50 سنة يعني المراجع كان يفتون بحرمة أقامة الدولة السيد الحكيم والسيد الأخوة المراجع اللي كانوا في الستينات هكذا كان يقولون قبل حدوث ثورة ولاية الفقه الإمام خميني أقام الثورة سوى الدولة وبدأ يصلي صعة الجمعة أيضاً يعني يؤمر بالصلاة فهذا الحكم الغريب بناء على ذلك أدنى الآن الحكومة صارت مثلاً عادلة أو حكومة شيعية مثلاً في إيران كانوا يصالون صلاة الجمعة وحتى الآن في مختلف المدن والقرى والأرياء ولكن بالعراق صارت تردد بعض الناس صلوا وبعض الناس ما صلوا بعض الناس يعني أدن فتاوى متغير حسناً نحاول نطلع على بعض فتاوى العلماء في فتوى غريبة للشيخ بشير النجفي اللي هو يعتبر نفسه أحد المراجع الكبار بالنجف المراجع الأربع أو يعتبروا يعني الناس عند فتوى فعلاً شيء عجيبة غريبة يقول صلاة الجمعة غير واجبة اليوم في العراق إلا في إيران تصير واجبة العراق مواجبة وأحب أن أقول لكم يعني ما جرى بيني وبينه أو بين مكتبه في هذا الموضوع رحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الاجتهاد في مقابل النص المرجع الشيخ بشير النجفي يقول صلاة الجمعة غير واجبة الآن في أي مكان في العالم إلا في إيران تقدمت بتاريخ 30 محرم الحرام سنة 1442 بسؤال إلى الشيخ بشير النجفي أحد المراجع الأربعة الكبار في النجف عبر بريدي الألكتروني الكاتب.حمد.gmail.com سؤال حول حكم صلاة الجمعة وسألته بالنص ما هو رأي الشيخ بشير النجفي في صلاة الجمعة؟ هل هي واجبة عينا أم مخيرة أم مكروهة أو محرمة في عصر الغيبة؟ وما هو الدليل القرآني على كل رأي؟ إذا كان يرى أي رأي أعطيني الدليل القرآني فأجابني اليوم عبر البريد الألكتروني إنفوالنجفي.com يقول باسمه سبحانه اعلم يا بني وهي طبعاً لغة جديدة في الفتاوى اعلم يا بني يقول اعلم يا بني إن لم تتوفر شرائط وجوب صلاة الجمعة ومن أهمها أن يكون هناك مجتهد جامع لشرائط الإفتاء مبسوط اليد يقيمها أو يكون هناك إمام منصوب من قبل المرجع مبسوط اليد كحاكم لبلد كإيران فإن توفرت هذه الشروط تكون صلاة الجمعة واجبة وتغني عن صلاة الظهر وهذه الحالة منحصرة في إيران فقط في الظرف الحالي وأما في باقي المناطق فتصلى الجمعة قربة إلى الله تعالى يعني مبنية الوجوب ويؤتى بصلاة الظهر أيضاً يعني ذيك صليها مستحاب كيفك يعني وأما المسافة بين صلاتي الجمعة بين كل صلاة وصلاة يعني فإنما تجب بوجوب صلاة الجمعة بالنحو الذي أشرنا إليه والله العالم تسعة صفر ألف واربعمية واثنين واربعين هجرية وهذه الفتوى بالبريد وقد نشرتها على صفحتي في الانترنت في الفيسبوك على أي حال نكتفي بهذا القدر من هذه الرسالة فقط حاولت أن نعم يعني شفت الفتوى أنه حاكم شرعي يصير صلاة أيضاً ما قال واجبة قال يعني تصلى أما في خارج إيران لا تصلى ظهر وديك قربة تعالى واحد يجب مثل أي مستحبة حيث يسويه فهنا أنه كيف هالفتوى كيف تطلع وهذا أنا مشتهد مثلاً كيف يفتي بهكذا فتوى بناء على ماذا؟ هل نراجع على القرآن الكريم القرآن الكريم اشترط أن السلامة تكون فيه حاكم شرعي أو إمام عادل أو إمام معصوم هالشرط هي من وين إجت اللي؟ خربت السلامة لتنا نشوف الآن أحد الأخوة نقل لنا فتوى سيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه ونقل لنا بعض الأحكام يقول أما حكم صلاة الجمعة فإنها تجب إقامة صلاة الجمعة وجوباً حتمياً في حالة وجود سلطان عادل سابقاً كان يقولون إمام معصوم يعني إمام عادل أو نائبه الخاص بعدين بعض العلماء منذ قبل 500 سنة من أيام الدولة الصفوية والشيخ علي عبد العالي الكركي اللي يعني أجاز إقامة ساعة الجمعة أو بدأ يقيم ساعة الجمعة في إيران السيد الصدر محمد باقر الصدر يقول في حالة وجود سلطان عادل متمثلاً في الإمام أو في من يمثله يسمونه الإمام العادل ويرادوا بالسلطان العادل الشخص أو الأشخاص الذين يمارسون السلطة فعلاً بصورة مشروعة ويقيمون العدل بين الرأي يخفف الشرط هذا كي نحن باقر الصدر يعني ليس الإمام المحصوم في هذا سابقاً أموم الشيعة يقولون لا إمام العادل يعني إمام المهدي السيد يقول لها مثل بإيران الصلاة ستكون واجبة طب وبالعراق الآن نفس الشيء تقريباً ما حدنا إذا يفرض نفسه على الناس الصلاة أيضاً واجبة أو لا وهذا الحكم الأول لصلاة الجمعة يعبر عنه بالوجوب التعييني لإمام صلاة الجمعة مثلاً خمسين يقولون فيه وأما في حالة عدم توفر السلطان العادل فصلاة الجمعة واجبة أيضاً ولكنها تجب على وجه تخيير ابتداءاً وتجب على وجه الحتم انتهاءاً وذلك أن المكلفين في هذه الحالة يجب عليهم أن يؤدوا الفريرة في ظهر يوم الجمعة إما بإقامة صلاة الجمعة جماعة على نحو تتوفر فيها الشروط السابقة وأما بالإتيام بصلاة الظهر صار عنده تخيير أيضاً وأيهما أتى به المكلف أجزأه وكفاه غير أن إقامة صلاة الجمعة أفضل وأكثر ثواباً وهذا هو الحكم الثاني لصلاة الجمعة ويعبر عنه بالوجوب التخييري لإقامة صلاة الجمعة لماذا؟ هو السؤال هنا فإن اختار خمسة من المكلفين إقامة صلاة الجمعة أمتثالاً للحكم الثاني اللي هو تخيير عندهم هم راد يصلون وكان فيهم شخص عادل يصلح أن يكون إمام جماعة فقدموه ليخطب بهم ويصلي صلاة الجمعة وأقاموها على هذا النحو ويجب على تبيل التعيين على المكلفين أموماً الحضور والاشتراك في صلاة الجمعة لأن إقامتها نداء لصلاة الجمعة وإذا نودي لصلاة الجمعة وجب السعي إلى ذكر الله وهذا هو الحكم الثالث لصلاة الجمعة ويعبر عنه بالوجوب التعييني لحضور صلاة الجمعة يعني فتوى جداً قريبة من الآية القرآنية ولو فيها أيضاً نسرة التخيير التخيير لماذا؟ أساساً إحنا حتى لو ما إحنا يجب أن نصلي إحنا مجموعة واقفين ومجموعة من المؤمنين خمسة يقول أكل شيء يعني والبقية يجب أن نلتحقوا بهم فالمشكلة هنا الأخ الكلام حول اشتراط الإمام العادل أول شي اشتراط الإمام العادل بعدين قال لا حتى لو واحد إنسان عادل يصلي لازم يصلون بياه فهذا الاشتراط يعني مثل الصلاة أساساً أنت السنة مثلاً الصلاة الله يتقبله أنت بينك وبين الله ما حالك بهذا الشخص الذي يصلي منه وشنوه يعني عادل بهذه الصفات نجي ندكك بعدين ما نصلي مثل صلاة الجماعة الآن صلاة الجماعة حتى عموم الشيعة مثلاً يفضلون الفرادة على الجماعة واحد آخر مثلاً عنده في بيت واحد أو في مكان واحد يشوفون يصلون فرادة ما يحاولون يصلون الجماعة لأنه إذا كون كثيراً في عدالة الإمام إنسان هو متدين يصلي عادل يعني هذا ليس فاسق فاجر يشرب خمر ولكن فهذا الاشتراط اشتراط زائد ما موجود بالآية القرآنية أدنى كان في كربلا الله يرحم الشيخ محمد الرضا الأصفهاني أنا أذكر عليه كان في الستينات كانوا صلي الجماعة في مسجد الصافي في شارع الأكبر كان شارع بين عباس و الحسين فكانوا صلي هناك وطبعاً الشيخ الخالصي كانوا صلي في وعدات الكاظمية أدنى هنا الأخ أصام السعدي يقول في تحليقاً للسيد أحمد الصافي حول سبب توقف أقامة صلاة الجمعة لماذا؟ سيد السستاني طلب من سيد أحمد الصافي والشيخ عبد المهد الكربلا أي أن يصلوا صلاة الجمعة على التناوب في كربلا وعندما وقعت جائحة كورونا الصلاة عطلت وبعدها لم يأمر بالصلاة فالأخ أصام السعدي الذي ذكرنا يقول في تعليقاً للسيد أحمد الصافي حول سبب توقف صلاة الجمعة قال بأن القوى السياسية والأحزاب لا تلتزم أو تستجيب من الخطب في صلاة الجمعة الخطب السياسية والمطالب لذلك تم إلغاؤها وعندما كنا نسأل تعود للتاريخ الآن يقول وعندما كنا نسأل لماذا لا تقام صلاة الجمعة في العراق في الأنهود الماضية كانوا يقولون أنه لا تقام إلا تحت حكم الحاكم الشرعي الذي يستطيع أقامة حدود الله ولما سئل المرحوم السيد محمد صادق الصدر عندما أقام صلاة الجمعة في العراق هل تستطيع تطبيق حدود الله وشرعته أجابهم نعم أتوني بساركا ثبتت عليه الساركة وأنا أقطع يده وزناتا ثبتت عليهم الجريمة أرجمهم بنفسي طبعا نسأل من يدي هذا كلام بكيك أو لا والأخذ يوقن الكلام في أدة فقرات يعني ذي يشير إذا أخذنا كلام سيد أحمد الصافي أنه المرجع كان يطالب الحكومة بأشياء والحكومة لم تكن تلتزم فلذلك هو بعد بطل ما يصلي هذا ترابط غير معقول أو غير مفهوم يعني صلاة الجمعة من قلقة بها خطبة سياسية أولاً ما كل شيء عندنا بالاستقراركم خطب الإمام علي وخطب الإمام باكر ما فيها كلام عن خطبة سياسية ولا تطلب من الحكومة والحكومة إذا ما لبت يعني شنو تسحب الشرعية من أدها ولذلك أنا طرحت هذا السؤال هل أوقف سيد السستاني صلاة الجمعة لأنه سحب الغطاء عن هذه الحكومة القائمة في العراق اليوم والحكومة تبتجي كلها يعني أن هؤلاء لم يسمعوا كلام فإذا الصلاة ما أمر بالصلاة ما لازم أحد يربط الصلاة بيننا وبين الله سواء أنت سويت خطبة جمعة سياسية وطلبت من الحكومة أو ما طلبت أنت ما عليك إذا الناس لم يلبوا يداءك أو طلبك ليس مصلي يعني أدنى أيضاً الآن مثلاً سيد مقتدى لما نصير عند حركة سياسية تعالوا صليوا بسلامة مليونية وإذا لم يكن هناك قضية سياسية لا لا يأمر بسلامة إذا صلاة واجبة مثل صلاة الظهر هي صلاة الظهر صلاة الجمعة هي نفس صلاة الظهر ولكن بها خطبتين فتقتصر بركعتين الصير وتكفي الخطبتان التي يلقيهم الخطيب سيد محمد الصدر كان يصلي صلاة الجمعة أو بدأ يصلي في أواخر التسعينات يعني سنتين قبل ما يستشهد باعتباري هو كان يقول أنا ولي أمر المسلمين إذا ما عندنا ولي أمر المسلمين ما يجوزوا أحد يصلي يعني في أي زمن آخر في أي بلد آخر الآن في بريطانيا في أمريكا نشوف المسلمين يصلون صلاة الجمعة ومع لهم بالحكومة الحكومة كافرة أصلا لا الحكومة يهمهم لاهم يهم الحكومة ويصلون يصلون للصلاة العادية ويصلون صلاة الجمعة فليش نربط الصلاة صلاة الجمعة خصوصا بي لازم أكون حاكم عادل حتى لو حاكم ظالم حاكم فاسق نحن نبعد في المسجد أو في البيت ونصل لصلاة الجمعة شوفوا شلون ربط صاير شو بها هاي هذا الربط شبهة قائم على شبهة وعلى مجموعة شبهات لازم حاكم عادل حاكم عادل يعني الإمام المعصوم لازم إذن نائبه الخاص أو إذن المرجع المرجع باعتباره هو مسوي نفسه أنه هو نائب الإمام فأني أعطي أمر فالصلاة الواجبة إذا أنا ما أعطيت أمر أو قلت لا صلوا لازم الناس ما يصلوا هذا حالة التقليد الموجودة عندنا حالة سلبية الآن أنه لازم كل شيء نربطه بالمرجع ما عندنا شيء يسمى مرجع بالإسلام عالم نستشيعه مو هو ولي أمر علينا مو هو يقول صلوا أو لا صلوا هذا شيء غريب عجيب ما لحق المرجع يقول صلوا أو لا صلوا أو أكو شروط أو ما أكو شروط ما يحتاج نسألة أصلاً لأن المسألة ضرورية هذه يعني ضرورية من ضروريات الدين صلاة الجمعة نقعد أربع خمسة مجتمع نصلي ما يحتاج نربط الصلاة ولكن الآن صارت شيء شبه مؤسسة دينية عندنا بالعرعب شبه مؤسسة يعني بالحوزة ما عندنا مؤسسة تنتخب المرجع على أسس مثل الوكير ولكن العتبات المقدسة تحت رعاية المرجع طيب لكن أنت لازم تأمر بمعروف لأنها عن المنكر وأول شيء تأمر بصلاة قبل أن تقوم بالأعمال الخيرية والصحية والزراعية والصناعية والعلمية والتعليمية هذه الأشياء من أعمال الدولة نعم لا بس أنا ما أقول لا سوونا الأعمال هذه سووها الأعمال بس أول شيء صلاة أهم شيء صلاة عندنا بالدين فليش صلاة معطلة ما أعرف عليها فأكو بعض الأخوة عندهم مثقفين دينيين هما يقولون أكو شروط مثل الأخ حاتم يقول أنت بذهب أتباعي محمد وآله الكرام واجب إذا توفرت شروطها هذا مو مذهب محمد ولا آله محمد أخي العزيز حاتم لا يوجد لا يوجد في القرآن ولا بالسنة النبوية ولا عند أحد من أهل البيت أنه صلاة الجمعة فيها شروط شرط الإمام العادل روح شوف أبحث وبعدين شنو هاي الشروط ومن وضع هذي الشروط ومتى وضعت ولماذا يصلي الشيعة الآن في إيران ولا يصلي المراجع في العراق الأخ عماد مهدي يجيب الأخ حاتم يقول له القرآن لا يذكر شروطا مجرد النداء أي الأذان فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وبعد صلاة انتشروا لا يوجد شرط والآن حكم جعفري مطلق بالعراق يعني يقصد فما المانع أن يقيم المرجع الصلاة كما يفعلوها في طهران وفي الحقيقة أنا بحثت في هذا الموضوع في كتابي تطور الفقل السياسي الشيعي في الجزء الثالث خصوصا بحثت في موضوع الصلاة كجزء من ولاية الفقه يعني أكثر مما يدعي المرجعية الآن ولم أجد في القرآن الكريم شرطا لها سوى حضور جماعة تقدر بخمسة سبعة أشخاص ولا ضرورة لشرط إذن الإمام ولا على المرجع ولا الحاكم السياسي هذه شروط تخيلة متأخرة قام على شبهات لم تكن توجد حتى منتصف القرن الخامس الهجري في أيام الشيخ الطوسي كان يصلي والحكم عباسي كان أو بوهيين حكمون والفتاعة والألماء التي تصدرت ذلك الأيام حتى من الشيخ علي ابن بابوهن صدوق والد الشيخ محمد فقط إذا اجتمعوا الناس يصليون بعض الأخوة يأخذون إشكالات هامشية حتى ما أعرف لماذا يعني يبررون عدم الصلاة أنت لازم تسعوا إلى إقامة الصلاة من الخطبة إذا نصرها مواجبة الجماعة المسلمين منذ ذلك اليوم منذ نزول سورة الجمعة ووجوب أقامة صلاة الجمعة في المدينة المنورة النبي كان يصلي سورة الجمعة وأهل البيت كانوا يصليون والشيعة والمسلمين عموما كانوا يصليون فليش نحن نأخذ إشكالات الشكل الأخ حيدر الكلابي يقول هي المصيبة موهنة هم كانوا يمنعون إقامتها ويعتبرون الذي يقيمها عليه دائرة حمراء سقط صدام صارت واجبة إجت كورونا نعمة لهم تم إلغاءها نهائيا شون الفيلم ما تدريه يعني إذا اعتمدنا على تصريح سيد أحمد الصافي أنه الحكومة لا تسمع كلام المرجعية طيب يعني شون سحبنا الغطاع الشرعي عنها صارت الصلاة مواجبة يعني إذا الحكومة مقصرة في أشياء أخرى يجب إحنا ندفعها إلى الانتزام بتعاليم الدين مو ننسحب إحنا شلو منطق هذا ما أعجب والله حقيقة هذا الأخ صلاح الحاج صبري مثل الأخ أقي العذاب يقول إذا كانت واجبة وأقامها الرسول الكريم لسنوات قبل وفاته فأين خطب الرسول لم يذكرها الرواة الذين ذكرونها بأحداث وتفاصيل من داخل بيت الرسول يا أخي العزيز هذه كقضايا التاريخية ذكروا الكياها لأن الصلاة كانت مسألة عادية وما هي الخطبة الخطبة ليست خطبة طويلة عريضة فلماذا تفترض أن النبي كان يخطب خطبة سياسية طويلة غير الأمر معروف أنه على المنكر والدعوة للتقوى والصلاح وقراءة آيات من القرآن الكريم وبهذه المناسبة دعونا نرى نصرين موجودين في كتاب الكافي وفي كتاب ملاحظة روح الفقيه ذلك الكتابين من أهم الكتب عند الشيعة من كتب الأربع يسموها خطبة ملاحظة روح الفقيه جزء الواحد صفحة 427 برقم 1263 وخطب أمير المؤمنين عليه السلام في الجماعة فقال يجيب الحمد لله الولي الحميد الكذا وبعدين شوفوا يعني أوصيكم عباد الله بتقوى الله واغتنام ما استطعتم عملا به من طاعته في هذه الأيام الخالية وبالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم وإن لم تكونوا تحبون تركها يعني وعظ وإرشاد كل نفس دعقة الموت وإنما توفعون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فازوا من حياة الدنيا إلا متاع الغرور الخطبة الأولى يذكرها بعدين يقول ثم يبدأ بعد الحمد يقول هو الله أحد أو يقول يا أيها الكافرون وإذا زلزلت الأرض زالها ويجيب آيات ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يعني هذه آيات قرآنية ومواعظ وإرشادات وآخر شيء يقول إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى على البحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أذكر الله ويذكركم فإنه ذاكر لمن ذكره واسأل الله من رحمتي وفضلي فإنه لا يخيب عليه خطبة طويلة كلها وعد وإرشاد وآيات قرآنية ليس شيء يعني سياسة ومسلم ينتقد فلان أو خطبة الإمام الباكر مروية الإمام الباكر فيه كتاب الكافي للكليني عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في خطبة يوم الجمعة شنو واحد يقرأ في خطبة صورة الجمعة أيضا نفس الكلام شوية بيه اختلاف التفاصيل يعني حسب الخطيب اللي يصعد أيضا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى أن يقول أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من أقابه فإن الله ينجي من اتقاه بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحذنون ويكرم من خافه يقيهم شر ما خافوا ويرقيهم نظرة وسرورا آيات قرآنية وبعدها أيضا نفس الخطبة الثانية أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ينفع بطاعته من أطاعه والذي يضر بمعصراته من أصر كل نفس الكلام ما في شيء يعني شيء غريب أو شيء إلا سياسي بالحكومة لا تسمع كلامنا هذا قدر ما يكون مقبل أبي لنا ما أقدرت عني شوية صحة لي الأيام على أي حال الأخ مهند عباس النفاخ يقول إيقاف صلاة الجمعة في كربلا خطأ الأخ موسى أي جي يقول أنت أكيد تعرف الجواب وهذه من ضمن الأختلافات البقية أن صلاة الجمعة عند الشيعة اختيارية لأن بعضهم يشترط أن تكون الصلاة بحضور الإمامي معصوم أو إذا أقيم الحكم الشرعي لماذا هذا الشرط أو هذا بحثنا يعني بالحقيقة مو أنا أطرح السؤال كل واحد من أدكم من أدنى أموما يجب أن يطرح هذا السؤال يعني ما يجي يوقف قدام العالم المرجع أنه هذا هو كل شيء يفتهم بالدين وأني وكل شيء ما أفتهم وأي لازم أسمع كلامه وطيعه وأمشي حسب إشارته لا لازم نقول للمرجع لماذا تصلي أنت؟ روحوا أسأله السيس ثاني لماذا تصلي صلاة الجمعة؟ لماذا تأمر بصلاة الجمعة؟ أسألوا أي عالم أي شيخ؟ شيخ عبد المدري الكربلايشة سيد أحمد الصافي غيرها غيرها وأنتم لماذا تصليون؟ أنتم لابسين أمائم وتدعون وتمثلون الدين أو تقولون أننا رجال دين أو شيوخ أول شيء يجب أن تصليون لماذا تصليون؟ إذا في هذا اليوم شفتوا صلاة المرجع من المراجع لا تصلى صلاة الصبح مثلا أو لا تصلى صلاة المغرب لا تتعجبون تقولون لماذا تصلي؟ إذا أجاهكم مرجع وأقال صلاة الظهر أو العصر أو المغرب إلا إيمان المهدي يطلع حتى نصلي هذا كلام ليس معقول هذا ما ربط الصلاة بالإيمان المهدي؟ على فرض وجوده أو أذن نائبه الخاص أو أذن المرجع المرجع قال لا تصليون اليوم لا تصلي هذا ليس منطق هذا فهذا هو الإنحراف عن القرآن وحتى عن فتاوى أئمته البيت فلماذا ومتى ومن جعل صلاة الجمعة اختيارية؟ الله يقول واجبة خلص واجبة واجبة نعم الأخ سالم بدر يقول أين الروايات عن صلاة الجمعة للنبي محمد صلى الله عليه وآله نفس السؤال اللي يسئله بعض الأخوة ولا يذكر الروايات أي صلاة الجمعة مذكر الروايات خصوصيات النبي يعني أخ سالم لا حاجة لأية رواية مع موجود القرآن قرآن رواية صريحة بالقرآن لا يحتاج أي رواية أو أي قصة الأخ عبد الحق أيضا يجاوب يقول له سيد سالم المحترم بالله عليك أنت تعرف بصورة اسمها الجمعة أنت فاتح القرآن لو تارك ورعبها تطلب رواية وكتاب الله موجود ناسي وجود قرآن أم تراه ليس لك أمر غريب ما طلب الدكتور عطمان السمرائي يقول النص واضح وصريح خالد وليد الشباني يقول ما أدري ليش مضغوطين من السيد السستاني يعني من ذلك ليش نوجه الخطاب للسيد السستاني يقول ليش ما تؤمر بصورة الجمعة أخينا عزيز ما عندنا قصة شخصية مع أحد لا مضغوطين ولا ضغطين إنما نحن كمسلمين وأنت كمسلم أيضا أنت عليك أن تقرأ القرآن وتعمل به وإذا رأيت واحد مقصر أو متهاون أو يعني ما يدير بار سواء كان إنسان عادي أو إنسان ما أرجع على يعني مضغوطين يقول لهم شون القصة ليش ما تصلي أنت رأينا تطرح السؤال فهذا الكلام فهو رجع قال لنا صلاة الجمعة ما لها دور في الوقت الحالي وأمامك الدول العربية والإسلامية ألاها في صلاة الجمعة وأخوانهم يذبحون في غزة أخي العزيز خالد يعني هذا أيضا خطأ عند دول الناس اللي مطبعين مع العدو أو مساكتين أو متخادلين فالتخاذل من حكومات المسيطرة على الناس ما لها علاقة بصلاة الجمعة صلاة الجمعة أفترض الآن دولا متخادلين ومطبعين نقولهم لا صلوهم صلاة الجمعة يعني أحسن بطلو حتى صلوهم لا صلوهم بعد صلاة الله يأمر بها صلاة الجمعة أيضا وأيضا لازم إحنا نترجم صلاتنا في دعم أخوان المؤمنين والدفاع عنهم في كل مكان ما لك علاقة لهم منطقة هذه يا أخي العزيز يا أخ خالد سواء الجمعة إلها دور ولا ما إلها دور هي بحد ذاتها مثل صلاتنا اليومية ما لازم نصلي ما لازم نصوم ما لازم نحج يعني شنو الآن مليون مليونين واحد راه يحجون إلى بيت الله الحرام يعني دولا ما لازم ما يحجون بعد لأنه الحكومات تمنعهم من التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني مثلا شلون منطقة هذه يا أخي العزيز وأني بهذه المناسبة يعني منذ ذكرنا الحج يعني جيد الحكومات تمنع تمنع المسلمين والأعرب خصوصا من التعبير عن رأيهم وموقفهم من ما يجري في غزة وفي فلسطين حتى شفتوا أنت حتى يعني حتى بالفيسبوك يمنعون أحد يعلق الآن مليون واحد مليونين واحد حاج لحجبة الله الحرام يوم كل واحد يصور نفسه بيدعو الله تعالى لنصرة الشعب الفلسطيني صوروا أنت في المظاهرة مليونية يصير مظاهرة مليونية في كل العالم تنتشر الحجاج كلهم يدعمون الشعب الفلسطيني ويستنكرون المذابح التي تجري بحقية كل يوم والمجازر العالم يهتز فيجب أن نقوم بهذا الدور لا نقول إذا الحكومات منعتنا فإذا نحن بعد ما نصلي من حج الأخ أحمد علي يقول صلاة الجمعة واجبة عند من أفتى بوجوبها فلماذا تسلط الضوء عليه وتسلط على من لديه الجمعة تخييرية وليس أثوال يعني ليش تجي تناقش بس الناس اللي أو المراجع الذين يقولون صلاة الجمعة مواجبة عينا مخيرة الحقيقة إحنا إذا نبحث أنه لماذا هؤلاء الناس اللي يفتون بوجوب الجمعة على رأسنا ولكن هؤلاء الذين لا يفتون وجالسين في منصب الإفتاء وهو هؤلاء المشكلة تقول لك أنا مرجع ديني لأنتم تسألوني إلي أنا مرجع الأعلى مثلا وهو لا يفتي أو يفتي خطأ يفتي اجتباع فهو مو معصوم ما نازل عليه وحي دار سوية بعض الكتب وأنتم تقليد أكثر شيء مثلا اللي يقلدون فيها المراجع اللي يقولون إحنا مجتهدين صدقوني نسبة كبيرة من فتاوهم هي نفس نسخة طبق الأصل عن فتاوه السابقين تقليد فيه تقليد ما يجتهدون بدقة ما يجتهدون أصلا الإمام مواجبة لمواجبة أكو شيء أدنى بالإسلام إمامه وأئمة من الله تعالى معينين هذا أول وهي بداية الانحراف أدنى صاعد ثم هل أدنى إمام غائب صار لـ 1200 سنة معين من قبل الله وغائب ومعلقين كل الأشياء كنا عليه الآن تحررنا تقريبا من هذه النظرية هذا ما يجتهدون فيها هم تقليد في العقائد يقلدون المراجع في العقائد يقلدون يقولون ما يجوز ولكن هم عملا يقلدون في عقائدهم ولا يجتهدون فيه ويمنعون الاجتهاد أيضا وأيضا في الفقه فيها المسائل المتفرعة عن هذه العقائد المنحرفة الدخيلة في التشعياء أنه صراحة جمعة مواجبة مثل ما الحكومة كانوا يقولون ثورة على الظالمين كانوا يقولون ما يجوز كل راية قبل راية المهدي فهي راية الضلالة وصاحبه أطاغوت يعبد من دون الله أصلا يرجفون لا تجيب اسم السياسة والحكومة والثورة وكذا لا لا ما يجوز حزب دعوا ورادوا يسوون حزب قبل ستين سنة منعوهم ما يجوز يسوون حزب وحكومة وكذا مراجع مراجع النجاح فمو كل شي يفتون يعني عن ألم وعن موقف صحية لا أشياء هم مقلدين فيها وما مجتهدين فيها فهي حالة التقليد الأدنى عند الناس عن العام أنه لازم نقلد المرجع ولمرجع شي يقول نسمع كلاما لا الحقيقة هذه الله يحسبكم عليها الله ما قل لكم روحوا قلدوا أحد قل لكم رجعوا وشوفوا القرآن وشوفوا عقلكم شي يقول وهالنظريات الشبهات المتراكمة بعضها على فوق بعض خلت هذا بالحوزة يفتون فتاوى عجيبة غريبة قل سمري نتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع فيه أشياء كثيرة يعني كانوا أدن فتاوى غير معقولة ومخالفة لصليح القرآن الكريم وأشياء شركية وكفرية واشياء عجيبة غريبة فلذلك أنا ما أدعوث المرجع يعني ما أعول كثيرا على أن الشيوخ والمراجع هم يغيرون الناس أنتوا ليش تقلدون تقليد أعمى هنا لازم نتحرق من هذا التقليد وإما نجتهد بأنفسنا أو نسمع لكلام الآخرين المراجع الفقهاء الآخرين الذين يفتون حسب القرآن وإذا واحد جاء بنا فتاوى عجيبة غريبة نقول له شنو منين جايب وأنت شلون مو نقول له مقدس هذا ما عدنا شي واحد مقدس تقديس الأشخاص هذا خطأ فضيع جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته